يا رب بإذن الله يمكن الوسط الرياضي النهاردة بلا استثناء كان فيه ناعي البداية من النادي الأهلي اللي نعى أحمد رفعت من خلال مجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب في بيان رسمي أحمد رفعت لعب مودن سبورت الحالي اللي وفاته المنية فجري اليوم وشايفين طبعا على الشاشة ده ناعي النادي الأهلي للكابتن أحمد رفعت لعب نادي مودن سبورت ويتغمد الفقيد يا رب بواسع رحمته ويلهم أسرته يا رب الصبر والسلوان نادي زمالك أيضا نعى أحمد رفعت من خلال مجلس إدارته برئاسة حسين لبيب وأكتر من بيان أو أكتر من ناعي النهاردة صدر حتى من وزير الرياضة دكتور أشرف صبحي اللي نعى أحمد رفعت النهاردة اللي توفى فجري اليوم السبت 6 يوليو عاقب تدهور حالته الصحية وكتب أشرف صبحي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أنعي ببالغ الحزن والأسى الكابتن أحمد رفعت لاعب نادي مدن سبورت ومنتخب مصر سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان أيضا بعد ناعي وزارة الرياضة كان فيه من اتحاد الكورة والنهاردة مجلس دارة اتحاد الكورة والمدير التنفيذي والعملين ناعي أحمد رفعت لاعب المنتخب الوطني ولاعب نادي مدن سبورت داعينا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وإلهم أهله وزويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون كمان ربطة الأندية نهاردة أصدرت بيان أعلنت فيه تأجيل مباراة مدن سبورت والمولين اللي كان مقرر إقامتها الساعة الرابعة عصر اليوم كنت أتمنى كمان تأجيل مباراة النهاردة ولكن صدر القرار بشأن مباراة مدن سبورت النادي اللي بينتمي ليه أحمد رفعت ويمكن صدر بيان من الربطة بتنع خلاله وفاة أحمد رفعت بجانب إعلانها تأجيل اللقاء محمد صلاح كابتن منتخبنا الوطني والمحترف في نادي لفربولي الإنجليزي يمكن نشر على حسابه على منصة X ونعى وفاة أحمد رفعت وكتب وقال عبر حسابه البقاء لله وربنا يصبر أهله وكل حبيبه كمان النهاردة محمود قهرباء اللي كان متواجد فيه جنازة أحمد رفعت في مسقط رأسه في كفر الشيخ نعى وفاة أحمد رفعت ونشر صورة ليه عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي معلقا لا حول ولا قوة إلا بالله إيه واجع القلب ده ما تتعزش على الخلقك ربنا يرحمك يا رفعت يا رب ويجعل مرضك في ميزان حسناتك ويشفيع ليك ويصبر أهلك ويصبرنا كلنا يا رب على فرائك صدمة كبيرة أوي لا إله إلا الله الواحد مش قادر يستوعب وكأنك كنت طالع اللقاء ده عشان تودعنا ربنا يثبتك عند السؤال ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا رب اللهم أمين عمر كمال عبدالواحد أيضا نلاعب مدرن سبورت السابق ولاعب النازل الأهلي الحالي واللي كان متواجد منذ قليل في جنازة أحمد رفعت في مسقط رأسه في قفر الشيخ كتب عمر كمال على حساباته عبر حسابه في فيسبوك قال يا وجع قلبي عليك يا أخويا وصحبي وعشرة عمري أنا مش مصدق ومش مستوعب بس مش هقول غير ما تغلاش على اللي خلقك هو أرحم بيك من أي حاجة وحشة شفتها الله يرحمك يا ابني وحبيبي وصحبي وعشرة الحلوة الله يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال ويسكنك الفردوس الأعلى من الجنة ويجعل مرضك وكل حاجة شفتها شفيع ليك وفي ميزان حسناتك يا حبيبي نسألكم الدعاء حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني كمان نعى ويكتب على حساباته بمواقع التوصل ونشر سورة أحمد رفعت وقال عليها إن لله وإن إليه راجعون ربنا يرحمك يا رفعت ويغفر لك ويصبر أهلك يا رب كمان محمد النني نجم مصر واللعب نادي أرسل السابق ومنتخبنا أولمبي في أولمبياد باريس كتب عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي وقال البقى لله إن لله وإن إليه راجعون اللهم أخفر وإرحم عبدك أحمد رفعت واسكنه فسيح جناتك اللهم ألهم أهله الصبر يا رب العالمين أعصام الحضري حارس مرمى منتخبنا إلا السابق نعى وفاة أحمد رفعت لعب مدن سبورت وكتب وقال لا حول ولا قوة إلا بالله ببالغ الحزن أتقدم بخالص العزاء في وفاة اللاعب الخلوك أحمد رفعت واسأل أهله أن يرحموا واسأل الله واسأل الله أن يرحموا ويغفر له ويسكنوا فسيح جناته ويلهم أهله وزويه الصبر والسلوان اللهم ارحموا واخفر له واجعل قبر روضة من رياض الجنة واسكنه فسيح جناتك لا حول ولا قوة إلا بالله إن لله وإن إليه راجعون كمان بوب رادلي المدير الفني الأمريكي السابق لمنتخبنا الوطني نعى أحمد رفعت وكان من أول المدربين اللي ضموا أحمد رفعت لصفوف المنتخب الوطني ودي رسالة كانت مؤثرة جداً ونشرها الكابتن دياء السيد مساعد بوب رادلي في المنتخب السابق وكان وقتا أحمد رفعت أحدث الوجوه المنضمة لهذا المنتخب وكتب بوب رادلي في رسالته للكابتن دياء السيد أنا آسف لسماع الأخبار المتعلقة بأحمد رفعت أرسل حبي وصلواتي إلى عائلته وأصدقائه كمان منذ قليلة كارلوس كيروش مدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني يمكن تولى قيادة منتخبنا في كأس العرف في قطر وفي كأس الأمم مضم أحمد رفعت بعد فترة طويلة جداً أحمد كان بعيد عن المنتخب شايفين رسالة كيروش في رسالة كتبها وأرسالها للقاهرة 24 أحمد رفعت الموهوب بالفترة الذي ولد ليستمتع بروحه وقلبه بالجانب الجميل من اللعبة كان لعبه ساحر وحافل بالمهارات كان يجلب السحر لملاعب كرة القدم بتكلم طبعاً عن مهارات أحمد رفعت في الملاعب لقد كان من دواعي فخري أن شاركت حياتي مع أحمد رفعت وسيظل في قلبه وسأدعو له ووصقه من الله سيحميه برحمته شكراً لك يا صديقي العزيز على كل ما قدمته لكرة القدم ولمصر وليه كارلوس كيروش طبعاً أحمد رفعت بالنسبة لكيروش كان بيقول الموهوب بالفترة لعيب موهوب بالفترة وكان ليه هدف مؤثر جداً مع منتخبنا حتى وبتعليق حفيز دراجي في كأس العرب دي كانت رسائل يعني كل الناس اللي كتبت عبر حساباتها في السوشيال ميديا بتنعي فيها وفات أحمد رفعت وبنتمنى يا رب إن شاء الله أن يكون مسكنه الجنة يا رب بإذن الله وأكيد بنصبر الأسرة وبنصبر والدته وإخواته على هذا الحادث الأليم وفات لاعب خلوق وهادي ومحترم أحمد رفعت نجم منتخبنا الوطن السابق ونجمنا دي مدرن سبورت